ازايكم يا جمالين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة هتكلم على برج العقرب وموضوع خطير جدا ازاي تخلي شخصية العقرب يغرم بيك برج العقرب عندهم يعني صعب جدا على فكرة ان هو يغرم بحد او انه يظهر ان هو معجب بيك او مغرم بيك لكن من جواه يمكن تلاقي كتير لكن لما يبدأ يطلع ده اعرف وقتها ان هو مغرم بيك طب احنا ازاي نخليهم يطلعوا ده ما يهمينيش على فكرة ان احنا نقصر جواهم لا ده انا بقى الفيديو ده عايز اعمله لين ان احنا ازاي نقصر جواهم ونخليهم من برا يبقوا بيجروا ورانا كمان يعني يبقوا حبينا او بيجوا يعترفوا بالمشاعر دي او على الاقل يوضحوا يعني ده بالظبط المطلوب من الفيديو او اللي هطلع من الفيديو ده مبدأ ايا شخصية العرب هي شخصيات جزابة جدا وشخصيات بتميل للغموض بشكل قوي قوي طيب اللي ممكن يلفت انتباعه في الشخص الاخر هي الجاذبية الجاذبية اللي بتغطي على الجمال يعني كثير يقولك العقرب لازم تكون الشخصية دي جميلة جدا سواء الراجل ده يكون امور وحلو ومسلسم يا امي هي امورة وحلوة لا هم بيميلوا للجاذبية يعني فيه اشخاص وانا يمكن قلت ده قبل كده فيه شخصية ممكن تكون قدي ايه ملامح ايه واشكل ايه وتقول ايه دي جميلة جدا تيجي جنبها واحدة انت ممكن تقول عليها عادية يعني هي شخصية عادية جدا بس الجاذبية فيها قوية فتميل لها اكتر ما تميل للي مش عارفة ايه فاهمي لنا قصود ايه فده دايما تلاقي ان برج العقرب بيميل للشخصية ايه الجذابة بشكل قوي من حيث شكلها ملامحها بتختفق فيها هي من الاخر رجل العقرب بيميل الى المرأة الجذابة كشكل وكأنثة والمرأة العقرب بتميل للرجل اللي هو يعني تحس ان هو رجل يعني ما بيغويش ما بيغويهاش ان الشخص ده يكون شكله ايه و ايه و ايه لا هو شكله رجل سواء بقى امور مش امور ايا كان مش القصة فاهمينا نقصود ايه الجاذبية بشكلها الكامل طيب دي نقطة مهمة جدا فاذا انك تكون شخص محافظ على انت يمبنوطة محافظة على انوستك انت رجل تكون شخص راجل كده خشن كده فدي اول حاجة الحاجة التانية انك تكون شخص غامض يعني هقولكم على حاجة كده ونتكلم بطريقة كده بلدي شوي يعني خلينا كده ولاد بلد اللي هو انك انت تحاول تجذب شخصية العرب انك تبدأ تبص لهم كتير ابدأ ان انت زي كاينك اللي هو متابع خطواتهم بس اول ما تحس انه هما هيبتدوا او خلاص انه هما لحظوك او هيشوفوك او ان ابدأ كون غامض فعليا فعليا ايه دا يعني انت يبقى تكون واضح في الاول وبعدين يبقى غامض لا انت مش واضح انت هتوضح ان انت غامض ان انت واضح يعني هتبين دا ليه لانه هما عارفين ان انت بتمثل هما عارفين دا على فكرة برج العرب اسكية فوق ما تتخيل سواء رجل او مرأة وعندهم كمان احساس قوي يحسك كده انت بتمثل انت عايزني ان انا انجذب ليك صح؟ فيبدأ دا اهو دا اللي انا عايزان انه يدخل جوه قلب برج العقرب انه هما يعرفوا ان انت بتمثل وانك عايزني ابصلك او انجذبلك هي دي مربط الفرس هي دي اللي هتخلي برج العقرب يبدأ ان هو يركز معاك يعني انا اوضأ ازاي هو شخصية العقرب كده هي شخصيتهم كده في ناس قد تحب الوضوح وفي ناس تحب ان انت قالتوا بقى مداري وفي ناس لأ بتحب انك تمثل ان انت قال واضح وبقيت غامض هم برج العقرب بيحبوا الشخصيات الغريبة فدي اول حاجة بعدين تكون شخص غامض عشان هو هيبدأ يركز معاك اول ما انت تكون شايف انه هيركز او هتركز معاك ابدأ كون غامض يعني ابعد عنهم لا اكون غامض مش تبعد عنهم كون غامض يعني اتعامل عادي جدا داري مشاعرك بس وعادي جدا 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 وفي نفس الوقت لحظة من اللحظات اهتم لحظة من اللحظات اهتم سواء تعبان صحيا مالك الف سلامة او اني مش عارفة ايه حصل انا رحبت ان انا اسأل عليك كذا كذا وبعدين لم تاني وكون شخص عادي اللي ما بيننا ازايك سلام او ما بيننا شغل او ما بيننا وضع دراسي ايا كان اللي بيننا ايه ان احنا نميل الى العادي دي نقطة مهمة جدا بس خلي بالك بقى وانت بتتعامل معاه من السوشيال ميديا بتاعتك لانه بيرقبك برج العرب شاطر جدا في المرقبة بس شاطر جدا انه مش هيوضح لك انه بيرقبك ولا كمان حاجة فرقة بس غصبا عنهم بيبان في لمعة من عينيهم دي نقطة مهمة جدا فاذا انك تبتعد عن المواقع التواصل الاتباعي ان انت توضح عليهم اي حاجة فسوى ما توضحش داري نفسك ان شاء الله ما تنزلش اي حاجة طول الفترة دي حتى لو هتقعد سنة فدي نقطة مهمة جدا طب خلي بالكم من نقطة برضو مهمة ان العرب ما بيقعش بسرعة قلبه بيقع بسرعة من جواه بيقع بسرعة لكن ظاهرية بياخد فترة على ما يقع عشان كده بيبقوا صعب ان هم ينسوا جدا طيب عامة دي بعض الخطوات في خطوات تانية اعملها عشان يقرم بيا جدا هم من النوع اللي ما بيحبوش البخل وبيحسوه بيحسو الشخص البخيل سواء رجل او مرأة فبالتالي بيحبوا الشخص ولا على فكرة ولا بيحبوا ان ان انت تكون مبذب يعني لا انت تكون الحياة الوسط الحياة العادية فبالتالي هيكونوا منجذبين لك اكتر انما لو ظهرت بخل لو فيك الخصلة دي انك لازم تبعد عنها فورا مش هيفكروا فيك فنقطة مهمة جدا طيب حاجة برضو مهمة ليها علاقة بالاناقة والشياكة والاتيكيت في التعامل طول ما انت شخصية وطول ما انت محافظ جدا على مظهرك واناقتك والشياكتك ولياقت جسمك والكلام ده كله طول ما هم يكونوا مركزين معاك لان بصراحة بيجذبهم المظهر جدا وبيجذبهم الجسم وتنصيقه فدي نقطة مهمة جدا لازم تكون واخد بالك منها عشان يغرم بيك بصوا المظهر العام من حيث الجاذبية ككل حاجة كشكله كليا قوي لازم تكون مية مية الحاجة التانية انك تكون غامض ويعولن حتة رسم الوضوح دي شوية كمان انك تكون شخص مسؤول يعني يكون متطمن وهو معاك يعني يكون عارف انه لا هيتخان ولا هيتغدر به كل ما هو شايف انك شخصية تستاهل وشخص يصدر منك الامان فيبدأ انه هو يخاف انه هو يبعد عنك يقولك لا ده نلحقه ده نقرب منه يبدأ يظهر لك مشاعر تصدقوني بجد برج العقرب يمكن اكتر حاجة بيتظلموا فيها انه هم بيتقال عليهم انه هم خينين هم مش خينين هم بيدوروا على الناس اللي هي تكون مصدر الامانة يعني بيخافوا انه هم يتخانوا او البرج اللي انت بتروع عليه برج خين هو اكتر برج بيخاف انه يتخان شوفوا بقى بيخاف انه يتخان من قبل ما يرتبط برج غريب كده وجميل كده المهمة فتزينه قطة مهمة جدا كل ما انت تكون شخص امين كل ما تكون شخص مسئول يعني بتشتغل حاجة وقدمك مسئولية ومتحمل الحياة وهو يشوف فيك ان انت يشوف فيك ان انت ام يتشوف فيك ان انت اب يعني قضوة لاولادنا ده هيكون شيء مميز جدا جدا يخليهم يفكروا اكتر اكتر ويغرموا اكتر وعلى فكرة كل دي نقاط احنا بنقول ان هو ها يعني بنحرك لسه الدانية لكن انه يبدأ يتكلم لازم انك تكون شخص مرت باختبارات كتير هو حتى خلق وانت تكون اكتستها او نجحت فيها لها علاقة بايه لها علاقة انه هيبقى فيه اصدقاء او علاقة صداقة في البداية برج العرب سواء رجل او مرأة هيبدأوا انهم يتكلموا معاك وانهم يكونوا اصحاب وعشان يعرفوك معرفة شخصية فابدأ وريهم الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها الحاجة برضو اللي بعد كده وهي انك تكون شخص مجامل برج العرب بيحب المجاملات جدا بس المجاملة مش انك تتحك عليه لا هو بيبقى عارف انك بتضحك عليه بس ما يمنعش انك تقوله كلمة لطيفة لانه بيحب الطريقة العاطفية جدا والرومانسية جدا فبيحب او انك تكون مهتم بيه المواعيد مهتم بالمناسبات بتاعته مهتم بيه لانه هيكون برضو عنده ده انك كمان تكون مهتم بيه ان انت تكون شخص بتجامل تقول واخد بالك من اللون ده الله ده اللون ده جديد انت عملت كذا كذا على فكرة شكله حلو جدا عليكي فالحاجات بيفرحوا منها قوي فبتبقى يعني موضوع مهم جدا بالنسبة لهم كمان حاجة تانية انك تكون بقى شخص اجتماعي ومحبوب ليه لانه دايما برج العقرب بيخاف ان انت من اجتماعيتك دي من ان انت شخص محبوب لان لو لقى فيك الصفات المتميزة اللي احنا اتكلمنا عليها دي ولسه بيبدأ يعرفك مرة واثنين وثلاثة واكتر بس انت شخص اجتماعي ومحبوب بيخاف انك تضيع منه او ان حد يختفق منه فيبدأ يقول لما الحق انا وبعد كده نبقى نعرف بعضينا واحدة واحدة فهمتو نقصد ايه فالفكرة انك تكون شخص اجتماعي ومحبوب بس عامل حدود لحياتك زكي زكي اجتماعيا وزكي في الحدود اللي انت بتحطها وزكي في مستقبلك وزكي في اناقتك وزكي في حواراتك وكلامك ودبلوماسي وعاطفي وامين ومسؤول وحاجات كثيرة جدا جدا يمكن بتعتمد اكثرها على الزكاء في امور مختلفة برج العرب بيختار بعناية جدا جدا عشان يغرم بيك عشان على الاقل لما يغرم بيك ما يبعدش مرة تانية لانه هو ممكن يبعد على فكرة لو حس ان فيه مش متفاهمين او لقى بعض الاخطاء بيبعد بس لو هو كان عايز يلحقت من البداية عشان انت شخص اجتماعي فعليك ان انت تكون مخلي بالك قوي من تصرفاتك وانك تكون واخد بالك جدا لانه هو برج العرب من النوع اللي بيرائب تصرفاتك وممكن يزعل من تصرفاتك هو حساس او هو برج حساس جدا فبالتالي ممكن اللي هو حاجة انت تعملها بدون اصدق او غلطة او كلمة او حاجة بتدوس على الشعور بتاعه وانت مش واخد بالك فبيبدأ يحس نفسه قليل او تحس نفسه قليلة فيبعده فعشان تكونوا فعلا فعلا برج العرب يعمل لكم اي حاجة ممكن تتخيلوها ويغرم بيكم لما بيغرموا لما بيحبوا حد قوي بيبقى حالة فوق العشق عشان تحافظوا على ده لازم انتو كمان تحافظوا على شعورهم واهتمامهم وحياتهم والحب والعاطفة بتاعتهم ما تنسوش اللايك والشير واشتراك في قناة تفعيل الجرس لا تنسوش اللايك ترجمة نانسي قطع ترجمة نانسي قنقر بعد اتن Perspect يا الهتمات نحن نركة فابت trav杯 carefully بمسع انتبونا